المحاضرة السادسة بسم الله الرحمن الرحيم عنوانها البسملة تعريفها ليس للبسملة تعريف خاص لغة وتعريف آخر اصطلاحا وإنما تعريفها لغة واصطلاحا أمر واحد ولعل السبب في ذلك أنها لم تكن البسملة معروفة عند العرب سابقا فلذلك لم تكن موجودة عندهم وقد عرفنا ذلك من خلال المعاهدة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له وفد قريش أما هذه فلا نعرفها ولكن اكتب بسمك اللهم ولعل كلمة الرحمن أيضا لم تكن معروفة عندهم وقد نقل القرآن ذلك عنهم فقال وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن على كل لسنا هنا بمقام تقييمها من ناحية اللغة فالمهم أن البسملة معناها قول بسم الله ونتساءل الآن هل البسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى أم لا رغم كونها مثبتة في المصحف إلا أن علماء القراءات اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال القول الأول هي جزء آية من سورة النمل بالإجماع وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نقلها وكتبها في القرآن الكريم والآية معروفة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثانيا هي آية من سورة الفاتحة وذلك عند ابن كثير المكي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون فاعتبروها جزءا من الفاتحة ودليلهم على ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وعدوا آيات الفاتحة ست آيات والبسملة هي الآية الأولى وهي السابعة من سورة الفاتحة وخالفهم في ذلك بقية القراء حيث قسموا السورة بدون البسملة إلى سبع آيات ولذلك كان القول الثالث أنها ليست آية من الفاتحة عند بقية القراء الأمر الثالث في البسملة أن القراء أجمعوا على ترك عدها آية من أول كل سورة من سور القرآن عدى الفاتحة كما أسلفنا فقد اعتبرها بعضهم أنها آية من الفاتحة أما بقية القراء فإنهم لم يعتبروها كما قلنا آية من الفاتحة ومن باب أولى أنهم لم يعتبروها آية من أول كل سورة من سور القرآن والحمد لله رب العالمين